فده بالنسبة لنهضة بركان يعني هتدي له دوافع كبيرة جدا 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 ولكن في المقابل هيبع عنده قلق هيبع عنده توطر هيبع عنده رهبة الكلام ده يتخلي عنده لتخلي دوافعه تعلى في الماتش يتخلي عنده تكمل عليه أو تدوس عليه وتخلي عنده رهبة وخوف أكتر بأداك في أول المباراة انت قصدك أن النادي الأهل يفرد شخصيته من بداية المباراة بص الفرق الصغيرة أو الفرق الأقل منك هي بتدخل المباراة لحسب إمكاناتك وقدراتك على حسب دخولك أنت في الماتش لو أنت دخلت بشكل جيد ضغطت فردت سيطارتك فردت شخصيتك في الملعب أعتقد وهيرجع لحجمه الطبيعي ووضعه الطبيعي هي فرق ده إمكانيات يعني هي لعبة في الدوري أعتقد 18 مباراة مسجلة 18 هدف ده معنا أن هي بتسجل في كل مباراة يعني عندهم هجوم جيد عندهم برضو دفاع يعني دفاع برضو سيء جدا استقبل 20 هدف في 18 مباراة أنا اتفرجت على المباراة بتاعته مع بيرامدز فرق تمتلك من الحماس الكبير جدا 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 عندهم حماس حماس كبير جدا أجريسيف بيعتمد على الكرات الطولية وبتدوا الكرة الثانية هي دي اللي بيلعبوا عليها أن هي رأس الحرب يستلم ويبتد يلعب للعبة اللي بتيجي من تحت ويبتدوا يشكلوا هجمة الحاجات الثانية والأهم بنسمانهم كورل سابتا وديشتغلوا عليها في بيرتن وسجلوا منها هدف وكان ممكن يسجلوا منها هدف واثنين لكن عندهم مشاكل كبيرة جدا في الخط الدفاعي الاثنين البكين عندهم أزمة كبيرة جدا في التغطيات عندهم أزمة كبيرة جدا في التمركز الاثنين برضو السنتر باكس عندهم برضو مشاكل في الرقابة عندهم مشاكل في التغطية عندهم مشاكل في المان عندهم مشاكل كثيرة جدا في النواحي الدفاعي الأهلي النهاردة يقدر يفرض سيطرته لأنه قريدي هيكون نازل عنده حماس كبير جدا لكن عنده خوف وقلق ورهب من النادي الآن